سبع سنوات مرت على يوم مشهود حدثت فيه معرقة البرث الخالدة والتي ضحى فيها رجال القوات المسلحة بدمائهم الزكية وبأرواحهم الطاهرة وهم يدافعون عن الكمين في مدينة رفح والتي تعد أحد أهم المعارك ضد الجماعات الإرهابية في شمال سيناء في السابع من يوليو من عام 2017 رحل البطل المصري أحمد بنسي ورجاله بعد أن خلدوا أسماءهم في سجلات الشرف والفخر بما قدموه للوطن من تضحيات وبطولات خالدة بعد ثورة 30 من يونيو وعودة الوطن ممن سرقوا مقدراته رأت جماعة الإخوان الإرهابية في الإرهاب وسيلة ومعركة بقاء وانتقام لتحقق مطمع مكشوفة منذ فجر التاريخ حدستهم أطمعهم بأنهم قد يستطيعوا كسر شوكة أقوى جيوش المنطقة بأكملها فعاست وهجمت عناصرهم ليلا ونهارا وما جنت إلا أنجرت أذيال الخيبة في كل مرة فمن كمين الفرفرة والشيخ زويد مرورا بميناء دميات البحري ووصولا للقواديس أحداث عديدة وهجمات لا حصر لها كانت شاهدة جميعها على ملحمة تضحيات وصمود للقوات المسلحة في مواجهة الجماعات الإرهابية والتي تكللت بجهود العملية الشاملة سيناء 2018 وفي تاريخ ليس ببعيد قبل سبع سنوات مضت نتذكر واحدة من أبرز ملحمات البطولة لرجال القوات المسلحة ففي السابع من شهر يوليو من عام 2017 كانت ملحمة البرت تلك الملحمة التي لها خصوصية في قلوب المصريين وأيضا في عمليات رجال القوات المسلحة خلال السنوات الأخيرة ضد العناصر الإرهابية لتفاصيلها التي تحبس الأنفاس وشدة الهجوم نفسه الذي تعرض له رجال القوات المسلحة البواسل الملحمة بدأت بهجوم نحو 150 عنصرا إرهابيا شديدية التسليح مدججين بمختلف الأسلحة وقذائف الأربيجي وهون إلى جانب سيارات مفخخة وقنابلة يدوية على الكمين في محاولة بائسة لمحاصرته ورغم أعداد العناصر الإرهابية التي قدرت بأضعاف عدد الضباط والجنود المتمركزين في كمين البرث تصدت قوات الكتيبة 103 من الصعيقة للعناصر الإرهابية وأظهر رجالها صلابة وصمودا استمر لساعات طوال صمود حرم الإرهابيين من السيطرة على الموقع بعد أن حصروا ولغموا محيطه بالكامل العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 اسم بزغ بعد أن سطر بطولة لا تنسى من التضحية والفداء والزود عن الوطن فأصبح مثالا جديدا لما وراء كلمة قائد فكان وطنه الأصغر كمين البرث حين دفع عنه برفقة جنوده حتى الرماق الأخير القائد منسي إلى جانب أبطال القوات المسلحة في كمين البرث كان دفعوه مستميتا في مواقعهم فكان النصر حليفهم وإن فاضت أرواحهم لبارئها شهداء عند ربهم يرزقون وينتهي الهجوم بفشل العناصر الإرهابية في تحقيق هدفهم وهو احتلال التمركز الأمني وتدميره بالكامل إنهم بواسلوا كما ولدتهم أمهاتهم رجال عنقوا بهاماتهم قمم المجد عرفوا بأنهم خير أجناد الأرض فاستحقوا أن يكتب التاريخ أمجادهم ليضيء الطريقة أمام أجيال يخلفونهم إلى ضروب البطولات